بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا إن شاء الله بحول الله وقوةه غد نوضع وحسيغة الكريمة للناس لتلبوليها على حسب كين الزوج اللي ما تهتمش بالزوجة دياله أو الخطيب اللي تقرب العرس ومشى كينين بزاف الناس اللي حطوا يتعليق على حسب الأزواج ديالهم تخليهم في حصرة ولكن المرأة تتبقى على أسس أنها تصبر ولكن هي تطلب حلول من الله سبحانه وتعالى لغاية الأخير ولكن حطوا لي تعليق بغاو وصفات لي بالآيات القرآنية وباش انتصروا على هذك الأمر انتصروا على هذك الشخص اللي أديهم أو يسمع كلامهم كين الزوج اللي تأدي مراته بلم يحس تتصنط العائلته أو تتصنط لشي شخص أو تحرش شي إنسان وتيبقى ما تعطيش المرأة وقت اليوم اليوم غادي نحط لكم واحد الصيغة الكريمة من القرآن الكريم وهي غادي تنتصر على أي شخص أي شخص غادي تنتصر غادي تنتصر عليه وغاي يكون عندك واحد الجاذبية لأي حاجة أي حاجة تنتصري على من يدرك أو تجد بي أشخاص يولي ويبغيوك ويطوعوك ويولي وفكروا فيك وما بقوش يخطؤوه في حقك صير خاطر اللي غادي نعطيكم اليوم غادي تديروه إن شاء الله ولكن تديروه على نظافة تكونوا نقيات وتكونوا على طهارة إن شاء الله بحول الله هاد الوصفة تديرها في أي وقت ما عنداش ما عنداش وقت ولكن من الأحسن تقرع عليه بالليل بحل بزب السيدات خارجين من بيوتهم وكينين كينين في بيوت وليدهم نحاول الوقت اللي نتلقى مع الزوج ديالي غادي ناخد هاد الكحل وغا نتحل به ولكن بعد ما غادي نقرع عليه وغادي إن شاء الله غادي غادي نديروه بوحد ثقة في النفس ونكون عندي يقين في في هاد الوصفة إن شاء الله يقين في الله وكلم الله لا يجرب ديري هود يعينك مغمضين على أساس أنك بغي تجلبها الخير البنت اللي بغا تجلب الحبيب المرأة اللي بغا تجلب الزوج ديالها ولا ولا أنها تتقلب على أنها تنتصر على هادك التعسير اللي عندها بحل البنت اللي عندها تعسير تيديروه البنت اللي عندها تعسير تنتصر على هادك التعسير اللي عندها علش ما حطيتي هاد الكحل هتحطيه بالنية وصفة والنية ديالك الحاجة اللي نويت عليها هاد الوصفة غادي تديريها بالليل أي نهار بغيتي أي نهار بغيتي غادي تقرأي عليه وغادي إن شاء الله ربي غا يجيب تسير غادي نحل الكحل وغا نقربه إلى الفم ديالي هنقرب الكحل إلى الفم ديالي بعد ما نشد تسبيح في يدي اليمنى وهذا في اليسرى وغادي نقربه إلى الفم ديالي وغادي نقرأ عليه الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية ليسا نصله بها غادي نحطها سبعات المرات صلاة الإبراهيمية الصلاة اللي تنختمو بها الصلاة وغادي نفت على الكحل على الكحل على الكحل وغادي نقول ونحط الشخص المعين اللي بغيت أنني انتصر عليه ويشوفني ويسمع كلامي ويبغيني وغادي ينتصر عليه اللي قلتها لي يبغيها ويقول وخا غادي نقرأ صورة الفيل نقرأها خمستاشر مرة ونفت على الكحل ونقول يا ربي بحقي صورة الفيل أن تجعلني منتصرة على الشخص إما تنتصري على أي شخص في البال ديالك ونتي بغيتي أنك تنتصري عليه ونسبح باش ما نغلطش نسبح بليمناء وهدي شدها في ليصرا نسبح بليمناء وهذا ونقرأ صورة الفيل العدد اللي قلت لكم وغادي نقول اللهم بحقي صورة الفيل أن تجعلني منتصرة على فلان والفلانة باش يسمع كلامي ويطوعني ولي قلتها لي ينفدها بحل مرة اللي قلت لك الزوج ديالي بغا ياخد لي أولادي ويعطيهم شي شخص معين هدي الوصفة صالحة لك بإذن الله أنك تديري هدلك حل وقت لي تكون تكوني بغيت تشوفي ولو هو ما يشوفك خاصك تعيطي عليه وتهدري معاه وانتي مكحل هدلك حل الوقت اللي تكحلي تقول لي اللهم اجعلني من المنتصرين اللهم بحقي صورة الفيل أن تجعلني منتصرة على أعدائي مهم سر خطير في هاد صورة الفيل أن صورة الفيل الله سبحانه وتعالى وضعها في مكانها لينتصر على الأعداء وانتي بغيت تديرها تنتصري على أي شي عندك البنت اللي عندها تعسير أحوال تقول اللهم انصرني على تعسيري أما البنت اللي الخاطي بديالها ما ما كملش معها الخطوبة أو بغاها ما بغاش يدير معاش حاجة تكحل وتلقى به ورغدي إن شاء الله تكحل وتنتصر عليه تقول الله ما بحقي صورة الفيل أن تنصرني على مراضي أو تنتصرني على أمنيتي مع هذا الراجل وتقوده إلى الخير تهديه إلى طريق الخير ويشد معايا الطريق أي حاجة في قلبك غادي تقولها اللهم انصرني على من عادني اللهم انصرني ويشد طريق غادي يبدو الأعداء ديالك يخافوا منك وغادي يديرو لك الهيبة ويديرو لك القبول ويديرو لك أي حاجة لأنك بغيتي أنك تنتصري على هذه الحاجة فبغيتي تدري التحد بغيتي أنك تكون من المقبولين بصورة الفيل تجعلني مقبولة في أعين عدوي العدو ديالك هو اللي يبغيك ويديرو لك الهيبة ويديرو لك قبول ويديرو لك أي حاجة بغيتي لأنك لأنك بغيتي تكون منتصرة على الأمر ذيالك أي أمر أي أمر بغيتي البنت اللي عندها تعسير عندها تعسير في أي أمر تقرأها تصيغة وتقول اللهم انصرني على تعسيري اللهم انصرني على التعسير اللي عندي في حياتي البنت اللي عندها خمول تقول اللهم بحقي صورة الفيل أنت جعلني منتصرة على تعسيري أو خمولي مهم أي حاجة حطيتها غادي تكوني منتصرة على أمرك ونفت هكا الهواء فقط وغادي انقرأ انقرأ صورة النصر مرة وحيدة صورة النصر مرة وحيدة انفت اللهم بحقي صورة النصر أن تجعل لي اللي فيها الخير وتنصرني على أمري وتنصرني على أمري وتنصرني ثلاث مرات وأنك تكوني منصورة بإذن الله على أي أمر على أي أمر على شما حطيت يا الكحل بصورة الفيل والصلاة الإبراهيمية وصورة النصر أن ينصرك الله على أمرك وينصرك على مبتغاك وعلى أي أمر غاد يربي غاد ينصرك على هذا الشيء إذن أحبابي في الله حيث نبغيكم حطيت لي بزرط الوصفات ضروني على خاطري حسيت كأنني تنعيش معكم مشاكل ديالكم ولو أنني تنجوم الناس في منتصف الليل في الفجر لأنني تنخدم على راحتكم تنطلب الله سبحانه وتعالى يحيد لكم قاع التعسير ويحيد لكم قاع الظلم اللي أنتم فيه لأننا أي إنسان تتعرض للظلم وتيحس شنوى الظلم إذن أحبابي في الله تنسلنا منكم لايك وتنسلنا إلى عجبكم الفيديو بارتاجوا هات الفيديوهات لعله وعسى ربي يجيب تسير على يدكم ويكون لنا عون ومعين إن شاء الله بحول الله وقوته بإذن الله تكونوا منصورين على أمركم يا ربي إلى وصفة أخرى إن شاء الله